جمهور الأهلي أينما كنتم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خطة أحمر أهلا بك يا وسلم أهلا بك يا فارس وأهلا بكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأهلي خطة أحمر طبعا في بداية الحلقة وكالعادة هنا دايما بصلتنا هي توجهات النادي الأهلي ومواقف النادي الأهلي اللي دايماً بتنبع من إيمانه بقضايا بلاده وقضايا وطنه ودايماً بتكون في اتصاق مع المبادئ التي تأسس النادي الأهلي بدوافعها وبوازع منها وهي الدوافع الوطنية التي تدرك جيداً قضايا الوطن وقضايا الأمة عشان كده كان النادي الأهلي في منطلق الأحداث وفي الحدث وجزء من المشهد كالعادة لا ينعزل عنه ولا ينفصل عنه أبداً نزل النادي الأهلي بيان بيقول فيه وبيعرف فيه عن تضمنه مع الأشقاء في فلسطين وقال انطلاقاً من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود القطيب على التضامن الكامل مع أشقاءنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي ويدعو الله عز وجل أن يتغمد شهدائهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم طبعاً كالعادة النادي الأهلي وكمان بداية الصياق زي ما قال النادي الأهلي انطلاقاً من موقف بلادنا أو بلدنا وكالعادة النادي الأهلي بيكون حاضر كل الدعوات كل الدعوات أنا هنا مش هقدر أقول أن احنا بندعو لمصاب غيرنا لا احنا جزء من المشهد وجزء من الحدث نحن ننعي أنفسنا ونحن نحزن على أنفسنا ونحن نقرب عن تمنياتنا بالشفاء للمصابين اللي منا وكالعادة هي قضية واحدة كانت وسط ظل بالتأكيد فارس هي قضيتنا وقضية الأمة العربية وقضية أكيد مصر على وجه التحديد يعني رحم الله شهداء يعني فلسطين ويعني ربنا يعني يقويهم ويثبتهم وينصرهم وينصر الحق دايماً وكالعادة ودايماً بنقول القضية هي قضية بهوية عربية وبالتأكيد النادي الأهلي لا ينفصل عن موقف الدولة المصرية وبالتأكيد كان موقف النادي الأهلي بالتضامن مع أشقاءنا في فلسطين هو موقف طبيعي جداً ومش استثنائي بالنسبة للنادي الأهلي كذلك هناك تأكيد على الموقف ده من خلال أن النادي الأهلي أرجع احتفالات بالتأكيد يعني منشآت في الشيخ زايد لأن النادي الأهلي شايف أن لا ينبغي أو لا يصح بالتأكيد إقامة أي احتفالات وأشقائنا في فلسطين بيتعرضوا لمثل هذا الأمر النادي الأهلي قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تأجيل افتتاح بعض المشروعات الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد والذي كان مكرراً له غداً الأربعاء نظراً لما يتعرض له أشقاءنا في فلسطين وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من الغد في استخدام تلك المشروعات المشار إليها والاستفادة منها منها ده موقف النادي الأهلي اللي بالتأكيد هو موقف مصري أصيل تاني وتالت ورابع ربنا يخفر لشهداءنا من أشقائنا في فلسطين ويثبتهم وينصرهم بإذن الله لأنهم دائماً وأبداً بيدفوا عن القضية العادلة عن حرياتهم عن أرضهم اشتركوا في القناة